يعني بالأخير قام يمارس أبوية يعني يعني شا قلت يعني ابو حشي كل شي يعني حتى يعني اقتصابني رح نبدأ من قصت قصتنا الأولى وهي من بغداد امرأة تعرفت على شاب عن طريق الاتصال هاتفي في 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 البداية تعرف على أهلها وأخبرها بأنه يريد الزواج منها بيوم العقد خبرها بأنه عليك مبيالة ومبلغ 32 مليون وما يقدر يسوي عقد زواج محكمة رسمي زواجها بورقة خاصة بينه وبينها وبعد فترة طالبتها بزواج شرعي ورسمي قام بسرقة هذه الورقة ليمحي جميع الإثباتات فيما بعد بدأ يهددها بتصوير بينه وبينها وتصوير طبعا هو بدون علمها بعد ذلك هي قدمت شكوى ورفعت دعوة عليه ومن ثم تم اعتقال تبين فيما بعد بأنه هو متزوج سابقا هذه الحالات موجودة مع الأسف لذلك من واجبنا كإعلام اليوم نشر التوعية وأن تكون الفتيات أكثر حذرا بالتعامل في مثل هذه القضايا دعونا نشوف والله في صراحة أنا تعرفت على هذا الشخص يعني عن طريق التليفون عندك علي رقم غريب جوابت قل لي قدي آني شخص يعني طلع ناطي يعني رقم مالتي يعني أبدا تجيء يعني من الطاقة رقمي طلع يعرف يعني كل شي عني يعرف يعني كل شي عني هذا صار بي صار بي ناتني يعني تعارفوا هذا يعني هو كان مخطط لهذا الشي حتى طلع يعني مدفوع يعني من شخص يعني المدرمي يعني ناطي رقمي يعني يعني قليل يعني يعني كل شي علي حسن صار وراها صار وراها صار يعني تعارف يعني بيناتني قام يجي حتى ياخذني معرف شنو بدخير عشان يقولي أنا ترى راية جزوارج يعني على سننت الله يعني ورسولي حسن يعني يعني عرفت على أختي همينة عشان يجي للبيت يعني تعرف على والتي عشان يقول للوالدتي أنا ترى راية بيتش يعني على سننت الله يعني يعني شوه خطابك مثل ما نقول اي بس بلا الخير يعني سوى اللعبة يعني علي شنو تسوى يعني يعني بيوم ما العقد السيد يعني خابرني قال لي أنا ترى عندي حتشويات شي يعني ضروري فرحت أدي همينة اجي علي يعني بالسيارة قال لي أنا ترى مكتبيني كومبيالة ثنين وثلاثين مليون أنا ترى لا قدر أسوي يعني ما العقد محكمة ولا ما العقد السيد قلت لي يعني شنون شان يقول لي راح أجي بورقة يعني بيناتني على اساس قلي صديقة على اساس سيد على اساس يزوج يعني اي يعني تزوجون عقد سيد اي يعني فجاب الورقة صار بيناتني يعني عقد وهذا بس يعني 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 شان يبقى يعني دام يغمج يعني بالعلاقة يعني بيناتني صارت أندي يعني برا ما حتشيت لي يعني على كل شي برا ما حتشيت لي يعني على كل شي البرقة كانت عندي كان بلا خير كان يبوقها حتش يتي لي شنو قلت يعني 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 أبوحشيه كل شيء. حتى يغتصابني. حسناً. هل رحت اشتكاتي عليها؟ نعم، رحت اشتكاتي عليها. اشتكاتي عليها. يعني بمركز جرطة اشتكاتي عليها. قدمت الشكوى كامل. نعم، قدمت الشكوى. ما الذي حدث شكوى؟ مشت الشكوى؟ نعم، مشت الشكوى. دزوني على المحكمة الكاظمية. القاضي أهمينا. يعني دون قوالي وهذه. كان دزودي كتاب مالاستقدام. انطنيع يعني بأيدي. فريحت على وحدة أمالتي. كان سلمة يعني الكتاب مالاستقدام. حلو. وراء تقريباً يعني بين العشرين يوم اتصال بي مدير المركز. قل لي جيبي أمك وتعياء هذه. يعني علم المركز الشرطة. خوش. نحن رحنا غير أخوة أثنين جايبين حتى في محامي. يعني هو لزمو؟ اي. خوش. يعني هو مركز الشرطة. اي اي. اوكي. وجوي حتى أنه أنت تكملين قوالك. اي. حلو. بعدين صار. بعدين صار. وراء ما طلعنا. يعني من غرفة المدير. مدير المركز. أخوه والمحامي يعني هددني. ما قلت؟ ما قلت؟ قل لي أنا ما راح أسمع الشريء. قل لي أنا ما أسمع الشعني. يعني تمسي يعني في شعراي. أنا راح أحوطه وأنا راح أفر السالفه عليك. نحن طبعا ما عدنا أحد يعني. بس والدتي عايشة وياي. اي. قام يجزد الجماعة حتى يتهجمون علي. خوف. شان أخوه حتى قام يهددني. طلع هو يعني مززوج. أنا والمرة يعني مشت أعرف هو يعني مززوج. قل لي. قل لي إذا أخوه. إذا يحكمه يعني. القاضي قل لي زوجته تراي متحلفة بيش تريدي تدير قجي. يعني تيزاب. زين أنتي ألمين تحبي نتناجدين من خلال البرنامج يعني على هاي قصتي. أنا أحب أن ناشد رئيس الوزراء. أحب أن ناشد مدير الداخلية اللي هو ساعد معني يعني. يعني يدخد. يعني بهاي يعني المشكلة مالتي. يعني فوق ما اغتصابني. ما رسويا يعني. يعني. يعني بكل وحشية. هس هو يعني ينكر كل شي.